من أحلى القصص لأطفال عنوان هذه القصة صغير البط الدميم بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يحكى أنه في بلاد عجيبة من عالم الخيال بط تحتضن بيضها وعندما بدأ ينفذ صبرها فجأة سمعت البيضات تفقس الواحدة تلو الأخرى وخرجت منها بطات صغيرة ضريفة لكن بيضة منها لم تفقس فقد كانت أكبر من الأخريات وعندما فقطت وجدت الأم بطن رماديا أكبر من الفراخ الأخرى كانت مندهشة جدا فقررت أن تتأكد من أنه يستطيع السباح جيدا فقررت بطن رابع الأخري هل أنت تحتضمن؟ أكبر من الأخريات جدا أكبر من الأخريات أن تستطيع السباح جدا أكبر من الأخريات كنت أرىنا وهكذا اتجهت الأسرة الصغيرة الجديدة إلى بركة المياه غطست البطة الأم فتلتها كل فراخ البط بدون استثناء وفرح البط الغريب يعرف السباح أيضا ردت الأم كان إخوته لا يحبون ويحاولون إبعاده عنهم لم يكن الحال بأفضل من غيرهم من حيوانات مزرعة الذين قالوا وهم ينظرون إليهم عندما مروا بقربهم ما أبجع هذا البط الصغير اقتربت بطة مسنة منهم وأبدت نفس الملاحظة عند ذلك ردت البطة الأم قائلة لقد بقي في البيضة وقتا طويلة لهذا السبب هو مختلف ثم إن له قلبا طيبة ويعرف السباح جيدا بل أفضل من إخوته وأعتقد أنه سيصبح قويا ويشق طريقه نحو النجاح وهكذا وقفت أم صغير البط الزميم في وجه كل تلك الانتقادات الكثيرة ترجمة نانسي قنقر لم يكن دعم البطة الأم كافيا للقبول لقبول بصغير البط الزميم فقد اشتدت غيرته إخوته وكانوا يشتمونه ويدفعونه ويعضونه حتى وجد نفسه قرب ضفة النهر الأخرى وحيدة حيث تعيش مجموعة من البط البري وقد دهشوا من بشاعته لكنهم قبلوه بينهم كان صغير البط الزميم سعيدا وقضى هناك يومين ممتعين لكن في صبيحة اليوم الثالث كانت إوزات برية تحلق فسمحت طلقات رصاص فسقطت مقتولة أصيب صغير البط بالرعب وفجأة ظهر كلب بأسنان حادة يجري خلفه فجمد صغير البط في مكانه فشمه الكلب ونظر إليه ثم انصرف فقال في نفسه أف حتى هذا الكلب لم يريد أن يعطني بسبب بشاعتي ماشى صغير البط طويلا بدون هدف فلم يعرف أين يذهب جاء فصل الشتاء فرأته حيوانات الغابة وحيدا يمشي بين الثلوج المتجمدة فرقت لحاله قائلة إن الجو بارد جدا ماذا سيحصل إذن لهذا البط الصغير مشى لمدة طويلة قبل أن يصل إلى بيت قديم لأحد الفلاحين فوجد في حذيقته كوما من الحطب فقرر أن يبيس فيها تلك الليلة في صباح اليوم التالي استيقظ بسماع ينباح الكلاب وكان الثلج يتساقط فتح عينيه فوجد أمامه مرأسا عجوزا تقول لكلبها أوه ها هي بطة ضائعة سأحصل الآن على بيض بط جيد إلا إذا كان ذكر بط سنحتفظ به ثلاثة أسابيع لنعرف ذلك ثم أخذته معها إلى بيتها وبقي صغير البط الزمين في هذا البيت الدافئ يقدمون له الأكل والشرب ومكانا مريحا للنوم قرب المدفأة كان محبوبا من الجميع إلا من قطة كانت تغار منه لأنه منذ حضوره إلى البيت والاهتمام كله موجه له فأظهرت القطة أنها مستاءة من وجود هذا البط المسكين جاء فصل الربيع وبدأت العجوج تتساءل ماذا ستفعل بهذا الحيوان الذي تبين في النهاية أنه ليس بطة ولن تحصل منه على أي بيض وأيضا فقد أصبح كبيرا ويلتحي مطعاما كثيرا ولذلك ثم طرد صغير البط الزمين من البيت الذي كان مأواه طيلة فصل الشتاء مر فصل الربيع والصيف بسرعة تاركين المكانة للخريف عانى صغير البط الدميم من تغير الفصول وفي مساء ما بعد أن سبح طويلا وجد نفسه ببحيرة وهناك طيور عظيمة بأجنحة كبيرة تطير تحت السماء الحمراء وقد هبطت قريبا منه ريشها أشد بياضا من الثلج وعنقها طويل جدا ظن صغير البط الدميم أنها تريد طرده بسبب بشاعته فخفض رأسه حتى لا تراه وعندها تفاجأ حين رأى انعكاس صورته في الماء وأنه قد أصبح مثلها بجاعة جميلة بيضاء رأته حيوانات المضرعة وهو يطيره فهتفت بإعجاب وانظروا لهذه البجاعة الجديدة إنها الأجمل بينهن يا لها من سعادة كبيرة تلك التي حس بها البط الصغير وانتهت القصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته